الفهم الأفضل للسرطان والأمراض النادرة هو هدف هذا البرنامج الرائد في البحوث الجينية يسعى المشروع الذي يستمر أربعة عوام لتحديد مائة ألف جينوم بشري حيث يحتوي كل جينوم على كامل تركيب الحامض النووي للفرد يأمل العلماء أن تساعد هذه البحوث في فك أسرار علم الوراثة وتطوير علاجات جديدة متخصصة هذا يعني تشخيصا مبكرا وتطويرا للطب الوقائي ولعلاجات جديدة رأينا هذا في السرطان فأحد الأدوية الوعدة رفع معدلة شفاء سرطان الثدي من 40% إلى أكثر من 95% هذه الثورة ستغير الطب برمتها إدوارد جيرلي برايس لديه تجربة مباشرة حول ضآلة ما نعرفه في مجال الجينات العام الماضي شخصت ابنته إليسيا بمرض جيني نادر لم يعرف حتى اسمه لغاية الآن مع هذا المشروع نأمل أن يكون هناك في الأعوام القادمة إجابات ممكنة تؤدي لاكتشاف علاجات تساعد إليسيا في المستقبل ربما لا تأتي العلاجات المتخصصة التي تنتظرها عائلة إدوارد بسرعة التي يأملونها لكن البحثين يقولون أن المشروع سيوفر علاجات مصممة لكل حالة بعينها وسيجعل من طرق التداوي المنهكة كالعلاج الكيماوي شيئا من الماضي إلا أنهم يتوقعون أن تحتاج هذه البحوث إلى سنين عديدة قبل أن تسفر عن علاجات جديدة ترجمة نانسي قنقر